بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في بارد سيكستين بروبرتز اوف ستيل واحنا طبعا عارفين بنستخدم الستيل في الخرصانة اساسا لان الخرصانة دي تعتبر مادة بريتل يعني ايه مادة بريتل يعني ما تقدرش تقاوم احمال الشد علشان كده بنستخدم الستيل علشان يقاوم اجهادات الشد في الخرصانة وإلا ممكن يحصل عندنا الكراكينج اللي بيؤدي في مرحلة ما الى حدوث الفيلير طبعا دي تشكل انواع الستيل زي ما شايفين بعض الماركينجين الموجودة دي بتدل على الخواص بتاعة الصلب اللي احنا بنستخدمه في نوعين عندي بنستخدمهم في عملية التسليح اللي هم الهوترول ديفورمت بارز او الويلدد واير فابريك دي ات الاشكال المختلفة بتاعة الستيل ده تويستد بار اتويستد بار في الحالة الراوند سيكشنز هنا الرولد ويلدد فابريك اللي هو الشبكات هنا اتويستد تورشنال بار زي ما احنا شايفين فيه اللي هو الحديد او اللي فيه النتوات طيب فيه هنا في الديزاين بنستخدم التابل دوت لعلشان نشتغل على الاقطار اللي تدينا مساحات معينة بعدد معين من الاسياخ يبقى الجدول ده بنستخدمه في عملية الديزاين عشان نحاول المساحات الى عدد من الاسياخ باقطار مختلفة زي ما احنا شايفين مثلا فيه تمانية عشرة اتناشر ملي طيب انواع الحديد اللي عندي بنميزها بالFY لما نيجي نقول مثلا grade 60 ده معناها ان الFY 16 KSI او grade 40 او grade 75 ده كلها indication لقيمة الFY بتاعت الحديد ودي طبعا بتعتمد على القطر اللي احنا بنشتغل عليه يعني الFY 60 دوت لما بنشتغل على اقطار في الرينج اللي هي من 3 الى 18 الFY 40 في الرينج من 3 الى 6 الFY 75 في الديامتر اللي هو من 6 الى 18 طيب الطيبس اللي عندي حسب التصنيف بتاع الASTM عندي 616 عندي 617 عندي 706 حسب النوع بتاع السابيكة اللي احنا شغالين عليه المور داكتايل grade 60 والمينموم لينس بتاع اليلد بلاتو بيساوي 5 اللي هو بنحسابه السترين بتاع الشرينكيج على السترين بتاع اليلد ده تيبيكال كيرف بيوضح السترين كيرف بتاع الحديد زي ما احنا شايفين فيه خط مستقيم بعد كده فيه اليلد بعد كده بنزيد لغاية لما بنوصل للمكسيمم بعد كده بنوصل لمرحلة الفيلير بتاع تعينة الاختبار ميل الخط دوت هو عبارة عن الموديلس ده كيرف بيوضح انواع مختلفة من الستيل باللاحظة ان كل ما السترينس بتاعت الستيل بتزيد كل ما السترينس بتاعته بتقل الحاجة التانية ان السترينس القليلة بيبقى اليلد واضح او المسافة بتاعته اكثر وضوحا من الستيل اللي هو السترينس بتاعته اعلى نفس الكلام اللي قلناه هو ادي جريد ستين وادي جريد اربعين بنلاقي هنا الدكتاليتي اكثر وضوحا من جريد سيكستي